متابعة موقع في الجول أهلا بكم يمكن خلاص أيام قليلة تفصلنا على انتخابات نادي الزمالك يمكن هي الحدث الأهم في الرياضة المصريحة في الوقت الحالي خلاص الانتخابات مقرر بيها يوم 20 أكتوبر يمكن من خلال ما يقع في الجول بنحاول أن نعرض برامج كل السادة المرشحين كل رؤيتهم لإدارة شؤون نادي الزمالك لمدة أربع سنوات يمكن النهاردة معنا واحد من الأسماء المعروفة إعلاميا وإداريا لجماهير نادي الزمالك يمكن يشتغل أكتر من مرة داخل نادي الزمالك يمكن حقق نجاح على العمل الإداري داخل نادي الزمالك يمكن كان ليه دور كمدير إداري وكجزء من مسؤول التعقودات يمكن فريق نادي الزمالك يتكون في عام 2014-2015 كان جزء كبير منه كان عن طريق ضفنا النهاردة اللي منوارنا في موقع في الجول هو الكابتن سيد متولي المرشح على عضوية مجسدارة نادي الزمالك في قصة أهلا بك كابتن أهلا بك كابتن أحمد وسعيد إن أنا موجود معاك النهاردة في الحوار المهني الجميل ده يمكن في البداية كابتن قررت الترشح إمتى؟ إمتى بدأت تيجي في فكرة الترشح؟ هل قرار سابق؟ يمكن كان فيه أكتر من انتخابات فكرت مثلا من انتخابات السنة اللي فاتت كانت من فبراير 2022 ولا قررت إن أنت تقود المرادي؟ وإيه الأسباب اللي دفعتك للترشح؟ أنا في الحقيقة فعلا قررت أول ما تم فتح باب الترشح قررت إن أنا أترشح في انتخابات نادي الزمالك قراري كان مبني على إن الزمالك بيمر بمرحلة صعبة جدا مرحلة استقالة مجلس مجلس اللي جاي ده بشوفه إنه هو مجلس انتقالي بحتاج خبرات ناس تبقى فهمة كويس قوي طبيعة النادي وبناء عليه أنا أخدت القرار لكن يمكن الفترات اللي فاتت مأخدش القرار لإن كنت بشوف إن كان فيه نجحات المجلس السابق كان بيحققها وكان أكبر دليل ده إن هو بيحوز على ثقة الجامعية العمومية فأنا راجل طول ما أنا شايف إن فيه استقرار في النادي طول ما أنا شايف إن فيه نجحات بتحصل إحنا وراء أي حد يحقق أي نجح لكن قررت إن أنا أرشح نفسي الفترة دي لإن بشوف إن النادي محتاج أبنائه اللي هيقدروا يعدوا بالنادي الفترة الصعبة دي يمكن في نفس الوقت برضو يمكن حتى الآن موضحش الكابتن سيد متولي هيدخل مستقل هيدخل ضمن قائمة يمكن فيه قائمة معلنة هي قائمة كابتن حسين لبيب وهي قائمة زي ما يقوله معلنة لكابتن فاروق جعفر هو برضو مرشح للرئاسة وهو كان أكد من أكثر مرة إنه بيجهز قائمة ممكن يتم الإعلان عنه هل أنت بتفكر شايف إنه بيبقى فيه فروق أو فرصة المرشح بتبقى أصعب لو هو مستقل أنا في حقيقة بعلن أن أنا طبعا في قائمة الكابتن فاروق جعفر وأنا مساند للكابتن فاروق جعفر بالإضافة للمجموعة اللي هو هيختارها لكن خلينا أقولك إن نادي الزمالك لا يعترف بالقوائم إلا الانتخابات الأخيرة والانتخابات السابقة دي ظاهرة لم تحدث في نادي الزمالك ولن تحدث تمام نجح قائمة بالكاملة نجح قائمة بالكاملة ناسي بعرف لم يحدث في تاريخ نادي الزمالك ولن يحدث في المستقبل ده تاريخ يعني دي كانت حالة استثنائية لكن في الحقيقة الجمعية عمومية بتاعت نادي الزمالك أصوز أحمد هي جمعية عمومية وعية جدا وعندها رؤية كبيرة جدا ويا ما شفنا أمثال يمكن أنا موجود في انتخابات الزمالك من انتخابات 92 يعني بنتكلم في حوالي 30 سنة في 30 سنة دول الجمعية العمومية لها رؤيتها ولها اختياراتها اللي دايما بتبقى خارج التوقعات سواء قائمة أو غير قائمة أنا بعتقد أن ما فيش حد وصي على قضاء النادي ومحدش النهاردة بيمتلك أن هو يقول له فلان ادي فلان أو ما تديش فلان كل واحد عنده رؤيته وعنده استراتيجيته اللي بناء عليها بيختار الأصلح لنادي الزمالك في أي فترة من الفترات الانتخابات برنامج الانتخابي ممكن برضو أعضاء الجمعية العمية حراكة بتتكلم معاهم وبنتش رحلون برنامج الانتخابي لكن جماهير نادي الزمالك اللي بتتابع الموقع وبرضو جماهير الكون المصري حابين يعرفوا تفكير كابتن سيد متولي ايه برنامج وايه الأعضاء نادي الزمالك أنا في الحقيقة ما عنديش برنامج أنا عندي مبادئ وأنا ضد فكرة أو كلمة برنامج لأنها كلمة على أرض الواقع مش موجودة لكن أنا عندي مبادئ المبادئ اللي أنا عشتها وتعلمتها وتربط فيها داخل نادي الزمالك من 40 سنة هي اللي أنا إن شاء الله بإذن الله حققها لو وفق ربنا وفقني وإن أنا بقيت موجود كعضو مجلس الدار أولا رقم واحد عدم المساس بالأجهزة الفنية والإدارية اللي موجودة في جميع الألعاب في نادي الزمالك مفيش حاجة اسمها تصفية حسابات مفيش حاجة اسمها إن فلان كان معاسين أو صد فإحنا النهاردة هنقصي لأ الكلام ده مش هيحدث لأن إحنا في مرحلة انتقالية وبنقيم الناس فلابد إن أي حد بيشتغل وبيبزي الموجود الحفاظ عليه أيا كان هو انتماء الميت ده رقم واحد رقم اتنين عدم المساس بالعضويات اللي عندها أزمة في القيمة المضافة لأن العضويات دي دول أصبحوا جزء من نادي الزمالك وأنا كعضو مجلس إدارة من المفترض إن أنا بحمي أعضاء الجامعية العمومية فما فيش مساس بالناس دي لو في مشكلة إحنا اللي هنسعى إن إحنا لحل هذه المشكلة رقم ثلاثة نادي الزمالك بيمر بمرحلة انتقالية كبيرة جدا وبالتالي إحنا عايزين يبقى عندنا فقه أولويات احتياجات نادي الزمالك الأولويات دي بتتمثل في إن أنا أعمل استقرار إداري اللي أنا اتكلمت عنه من شوية ثم أسعى إن يكون فيه استقرار مالي نادي الزمالك غني بما ورده وأنا برفض سياسة الفزاعة اللي بيستخدموها بعض الناس لأغراض معينة أن نادي الزمالك بيمر لأول مرة في حياته لأ اللي مذاكر تاريخ ويعرف قيمته تاريخ نادي الزمالك هيعرف إن نادي الزمالك اتعرض لأزمات أكتر من اللي هو فيها دي بكتير جدا وعدها واستمر نادي الزمالك والأشخاص دي راحت ويبقى نادي الزمالك فأنا بالنسبالي مهم جدا في المبادئ اللي أنا شرحتها لحضرتك هو إن إحنا يبقى عندنا استقرار مالي وإداري وأولويات النهاردة عندنا رفع حجز فده أولوية أولى ثانيا أزمة القيد أولوية تانية أزمة القيد باعتبار أن أخذات برضو اشتغلت في مجالة وكورة القدم وشايف نادي الزمالك جماهير نادي الزمالك في الوقت الحالي عندها زي ما يقولوا حالة من الديق أو حالة من الألق على مستقبل فريق القورة خصوصا إنه ما قدرش يدعم في الصيف بسبب منع القيد نادي الزمالك في يناير يمكن برضو حبينا نعرف وجهة نظرك شايف هالم الأولويات في الوقت الحالي يمكن البعض بيقول الأولويات إن أنا حل المشاكل المادية للنادي وإن الفرق يكمل لغاية نهاية الموسم في البعض شايف إن الأولوية أول حاجة هي رفع القيد فكرة إيه في الموضوع ده أزمة القيد أنا بشوفها أكون بمنتهى الصراحة والوضوح معاك بشوف إن مصلحة نادي الزمالك هو تأجيل أزمة القيد إلى بداية الموسم القادم حتى النهاردة إحنا لو حصل ضخ أموال أنا محتاجي النهاردة أحافظ على فرقتي محتاجي إن أنا أجدد للعيبة اللي عندي محتاجي إن أنا أدي اللعيبة مستحقتها محتاجي إن أنا أدي الجهاز الفني والإداري مستحقاته محتاجي النهاردة إن أنا أرصد مكافآت تحفيزية للفريق الحالي وفريق الكورة في نادي الزمالك اللي موجود حاليا مع بعض التنظيم اللي أنا اتكلمت فيه من ناحية المستحقات أعتقد إن هو هيبقى منافس قوي جدا على البطولات اللي هو بيشارك فيها لإن يا أستاذ أحمد في الحقيقة أنا ما بشوفش إن فيه لاعب في الدوري المصري في كل الأندية إن هو هيكون إضافة لنادي الزمالك نادي الزمالك بيحتاج إلى محترفين يقدروا يصنعوا معه الفريق مفيش لاعب في الدوري المصري أنا النهاردة لو فكيت أزمة القيد هقدر أجيبه هيصنع معايا الفريق ثم لو أنا النهاردة بتكلم في لعيبة أفرقى عشان خاطر إن أنا أجيبها هخش في أزمتين كوبرجد أنا عندي قريدي لعيبة محتاج إن أنا أهندل لهم وأصبط لهم مستحقاتهم وفي نفس الوقت مفيش لعيب في انتقالات يناير أجنبي بيبقى بيصنع الفريق لأن اللعيب اللي موجود في يناير والنادي بتاعه بيمشي أعتقد إن هو بيكون عبء على النادي اللي بيمشي فعمر انتقالات يناير ما أضافت لأي نادي على مستوى العالم مش على مستوى مصر فأنا بشوف إن أزمة القيد لابد إن هي ترحل لبداية الموسم طيب من كلامك كلمت عن تجديد لبعض اللعيبين ويمكن أبرز اللعيبين اللي كلام عليه منتشف الحالي هو أحمد فتوح شايف إزاي الموضوع ده وشايف في حال النجاح هل شايف أن الأولوية هي التجديد لفتوح فقط ولا في أكتر من لعب هتشتغلوا عليه في نفس الوقت أنا من مدرسة في التعاقدات في الحقيقة دايما كنت بنتهجها حتى لما أنا كنت موجود في لجدة الكورة وفي إدارة التعاقدات في 2014-2015 ما ينفعش إن إحنا نفضل لنهاية العقد ونبتدي نتكلم في التجديد لازم دايما وده اللي أنا برضو من مبادئي اللي أنا هعملها في الكورة مش النهاردة مش هقول أنا هعمل شركة كورة وهعب أبص الأمور شكلية لا إحنا أزمة الزمالك الحقيقية هي أزمة تعاقدية وأزمة تخطيطية آه عايزة النهاردة تعمل حاجة اعمل إدارة تخطيط هات ناس النهاردة تخطط لأربع خمس سنين قدام بصرف النظر أنت حراج موجود في المجلس أو مش موجود في المجلس ناس تشتغل لصالح النادي فأنا بالنسبالي ناحية التعاقدية مهمة جدا إن النهاردة كل من قمضى سنة ونص ومتبقي عنده في عقده سنة ونص لابد أنه هي جدد في التوقيت ده علشان خاطر أحافظ على مقومات وعناصر الفريق أحمد فتوح مشكلة كبيرة ومشكلة كبيرة جدا ومش عايز الناس إن هي تختزلها في النادي المنافس لا أحمد فتوح النهاردة احنا شايفين السوق العربي النهاردة وارد جدا إن يتم إغراء أحمد فتوح بعرض خليجي كبير جدا وقتها أحمد فتوح ولا هيفكر في نادي منافس ولا هيفكر إن هو يجدد لإني خليني أقول لك كلمة مهمة جدا 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 في انتقالات اللعيبة وفي ما يخص لعيبة كرة القدم في مثل كده مصري بسيط جميل جدا قديم بيقول الجنيه غلب الكرنيه النهاردة الانتماء للمال مفيش لعيف في مصر في أي نادي أيا كان ممكن يستمر في النادي لو اتعرض عليه أموال إلى العيب واحد اسمه محمود عبد الرازق شيكبالة ده الوحيد اللي لو اتعرضت عليه كل المغريات المالية هيستمر في نادي الزمالك وده شيء كلنا عشناه وعارفينه وأنا كراجل قديم في النادي شفته ومتأكد منه غير كده المال هو النهاردة العنصر الأساسي في توجه أي لاعب داخل مصر أو خارج مصر يمكن في النهاية يا حابب أعرف منك رسالتك لجماهير نادي الزمالك ورسالة أخرى لعضاء الجماعية العمومية رسالتي للجماعية العمومية لازم يبقى عندنا وعي لازم نبقى بنختار مجلس كفاءات مفيش وصاية على اختيار الناس عايزين نختار الرجل المناسب في هذه المرحلة ممكن تبقى في مجموعة تقدر تنجح في مرحلة لكن مش في هذه المرحلة دي مرحلة انتقالية مرحلة مهمة جدا 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 مش عايز النهاردة ان الناس تنخدع بشعارات وبكلام على أرض الواقع مش هيبقى موجود وخليني برضو يا أصدر زحمد وانا بتكلم معاك اتطرق لموضوع مهم جدا وهو نادي 6 أكتوبر ونادي 6 أكتوبر ده انا بقول عليه انه هو إجزوبة انتخابية منذ 25 سنة كل مجلس إدارة بيجي يقول للناس نادي 6 أكتوبر نادي 6 أكتوبر في الحقيقة احنا بنمتلك مكان مهم جدا لكن ما ينفعش انه هو يبقى على بداية أولوياتي لان النهاردة انا عندي مشاكل أهمة بكتير جدا الشيء التاني والمهم جدا اللي احنا عايزين نتكلم فيه في نادي 6 أكتوبر عشان انا بوعي الجامعة اللومية عشان ما تصدقش الكلام اللي ممكن يتقال النهاردة 6 أكتوبر فيها أربع أندية سبقوك في هذه المنطقة نادي الصيد نادي زد نادي ودي دجلة ونادي الاهلي فرع 6 أكتوبر هل النهاردة احنا عندنا القدرة على أن احنا نجيب عضويات في هذه المنطقة بعد وجود هذه الأعداد من الأندية الاجتماعية أعتقد لا النهاردة الأندية الاجتماعية بتعاني لكن نادي 6 أكتوبر لازم ينظر إليه برؤية مختلفة مش رؤية اجتماعية رؤية رياضية من خلال ملاعب من خلال فندق رياضي من خلال أن كل النشاط الرياضي يبقى موجود في نادي 6 أكتوبر لكن مش عايز الناس النهاردة تتعك عن الناس وتقول لهم احنا نادي 6 أكتوبر لأن في الحقيقة نادي 6 أكتوبر اجذوبة انتخابية من 25 سنة ومن الناحية الاقتصادية مش هيدر العائد اللي ممكن يتصرف عليه لازم نفكر في نادي 6 أكتوبر تفكير أوتوفزابوكس ومحدش يقولي النهاردة ده أنا هجيب حد بيقوتي عشان الاستثمار الرياضي النهاردة أعتقد يعني نبص حوالينا مفيش أي استثمارات في الأندية الاجتماعية ممكن تكون النهاردة هتحقق ربح دي رسالتي للجامعية العمومية وتوعيتي ليهم الحاجة التانية رسالتي للجمهور عايزين نساند النادي نفضل ورا النادي النادي مر أصعب من كده بكتير وربنا وفقنا وكرمنا وكملنا مش عايز إن إحنا كجمهير بقولهم إن إحنا نتأثر بإن لاعب كان عندنا راح النادي المنافس فبالنسباننا ميام التاريخ قبل كده بيقول إن النادي الزمالك راح منه لعيبة كتير جدا للنادي المنافس ونادي الزمالك استمروا ونادي الزمالك حقق بطولات إن شاء الله بإذن الله الزمالك باك والأشخاص والناس كلها زائلون وهيفضل نادي الزمالك هو النادي الكبير اللي كلنا بنتشرف اللي كلنا بنتشرف إن إحنا بننتمي إليه يمكن في نهاية لقاءنا بنشكر على الكابتن كابتن سيد متولي المرشحة لعضوية نادي الزمالك فوق السن ومتننا لجي التوفيق أنا اللي بشكرك جدا يا أستاذ أحمد على هذا الحوار المهني المحترم اللي فعلا يعني بيوصل رسالة مهمة جدا لأعضاء وجمهير نادي الزمالك شكرا لموقع في الجول اللي دايما بيبقاله السبق في حاجات كتير جدا في تقديم الخدمة الرياضية المتميزة للجمهور بشكل عام نشكرا شكرا 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 حبيبي